في الخبر الأخير لم يعد الخيل والليل يعرف طريقه إلى الاستبلات اللبنانية بعدما مرت على ظهر الخيل أزمة اقتصادية حادة حرمتها من قوتها اليومي فخسر لبنان الرهان على سباق الخيول وتضاء العدد الخيول في استبلات الاستاد الشهير من 3000 إلى حوالي 250 حصانا فقط وأصبحت معظم صناديق الاستبلات الآن فارغة من ركابها ويتجول الدجاج والماعز في الأماكن التي كانت في السابق مأهولة بالخيول العربية وارتفعت أسعار الشعير بشكل سريع متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا وأيضا فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019 لتدفع بأكثر من 3 أرباع السكان إلى تحت خط الفقر وتجعل الأنشطة الترفيهية طرفا لمعظم الناس شكرا